ليست وحدها أعداد القتلى والجرحى من تواصل الارتفاع في البلاد أعداد الجائعين والنازحين أيضا فالحرب التي تشنها الميليشيا على الدولة منذ نحو عامين في العديد من المحافظات فاقمت بشكل كبير من الوضع الإنساني في البلاد التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر ويفتقرون إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت في تقرير لها عن احتمالية دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية خلال أشهر مؤكدة أن هناك فرصة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو أربعة لتجنب الموت جوعا على نطاق واسع بسبب الحرب والجفاف وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن نحو 14 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية ويحتاجون إلى مساعدات صحية طارئة وتسبب ضعف الخدمات الصحية الروتينية في البلاد إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجة أمراض كان يمكن علاجها حيث ذكرت المنظمة العالمية أن المرضى في البلاد يعانون من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية بما فيها الرعاية الجراحية بسبب نقص المهارات المتخصصة اشتركوا في القناة